بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ الحج أبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين آمين الباب التاسع والسبعين من كتاب الطهارة باب الرجل يخرج من الخلائف يأكل يعني لا يستحب ولا يشترط الوضوء الشرعي للأكل والشرب هذه معناه يعني لك أن تأكل سواء شاربة سواء متوضينا وغير على غير متوضي لكن مثلا في ذكر الله يستحب أن تتوضى لذكر الله حتى ولو لم يكن صلاة يدعى على سبيل الاستقامة الأكل والشرب فلا يستحب حتى لك أن تتوضى كل وقت ما يتجوه كل من شرط تقوم تتوضى يعني فهمت بقى المسألة لأن الوضوء للصلاة وللعبادة والأكل والشرب عادة وليس عبادة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزام الله عننا خير للإمام الدارمي في سننه الحديث الرابع والتسعين بعد السبعمائة قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دنيار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الغائطة ثم خرج فأتي بطعام يعني ما ننتقد وضوءه فقيل ألا تتوضى فقال أصلي فأتوضى استفهام استنكاري هو أنا حصلي ولا حاكل في امتزال أصلي فأتوضى وفي رواية مسلم أأصلي فأتوضى في إيه بهمزتين يبقى دايش سموه استفهام إيه استنكاري يعني بيستنكر على القائل له باب في المستحادة هنبدأ بقى إيه أبواب طويلة في الحيد والنفاس والإيه والاستحادة أبواب طويلة لأن هذا الموضوع كان يشغل إيه كثير من المسلمين إيه من خلال ما يرونه في زوجتهم وكذلك يشغل كثير من المسلمات بسبب ما تراه من دم ينزل عليها فقد يمنعها من الصلاة ومن الصيام ومن معشرة الزوج ومن الطواف وغير ذلك فده أمر مهم على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم منه قسطا يجعله يستطيع أنه هو يعبد ربه في الظروف المختلفة ومعلوم أن الحيد هو دم صحة والاستحادة دم مرض يعني المرأة التي لا تحيد تعتبر مريضة لأن المرأة السليمة هي التي تحيد الحيد دم صحة وأقله يوم وليل وأكثره خمسة عشر يوما عند الشفعي ومن وفقهم واستأنسوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تمكس شطر دهرها لا تصلي والشطر يقصد به النصف غالبا فإذا كانت العادة شهرية بنصف الشهر أقصى شيء وهو خمسة عشر يوم وأيضا استدلوا بالاستقراء يعني بالاستقراء يعني يعني سألوا النساء في البلدان التي عاشوا فيها فوجدوا أنه لا يخرجوا عن خمسة عشر يوما في الغالب الأعب لا يزيد فجعلوا الحيد ودليلوا استقرائي واستئناسا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم استقراء يعني يعني بالعادة سألوا أطباء النساء والقوابل اللي هي بتعالج النساء ودول ايه أكثر حيد شفتوه في النساء ايه فلقوا ما سموش أكثر من خمسة عشر يوم فقال له خلاص يبقى ايه ده معنى الاستقراء الاستقراء يعني ايه إنهما يبحثوا في الواقع عادة الناس يبقى اقل الحيد يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ستة إلى سبعة أيام من ستة إلى سبعة أيام ده غالب النساء ولونه معروف والنساء تعرف لون الحيد كويس له لون معروف ويتدرج من لون غامق قوي إلى لون أفتح فأفتح فأفتح حتى ينتهي بايه بالطهر لما ترى ايه البياض اللي بينزل في الآخر كويس فكل النساء تعرف فالون ليه الحاجات دي مهمة علشان نميز بعد كده لما يحصل اضطراب نشوف هل المرأة دي لها عادة فنسميها معتادة ولا هذي المرأة مميزة فابترى الدم على ألوان معينة ميز ولا لا فإذا خرج الدم في أقل من أقل مدة الحيد يوم وليلة يعني واحدة شافت المرأة شافت ايه قطرى الدم نزلت منه فالرحالة التي تعمله تمتنع عن الصلاة يوم وليلة فإن لم ينزل عليها دم يبقى تتوضأ وتعيد صلوات اليوم السابق تعيد صلوات ايه اليوم السابق ده لو رأيت ايه لو رأيت قطرى الدم أثناء طهرها بشرطة أن يكون مرة على الطهر خمسة عشر يوما لأن أقل الطهر خمسة عشر يوم وأكثر الحيد خمسة عشر يوم طيب امرأة مر عليها خمستاشر يوم طاهرة ما شاء الله بتصلي شافت قطر الدم بس لسه ما كاش معت حيدتها لكن مر خمستاشر يوم تعمل ايه؟ تمتنع عن الصلاة لأنه ممكن تبقى حيضة جديدة لأن العادة قد تتغير كويس تمتنع تمتنع لمدة تأديه يوم وليلة فإن لم ينزل عليها بعد يوم وليلة دم تاني يبقى دا كان ايه؟ استحاضة يبقى في الحالة دي مش هتغتسل كمان لأنه مش حايدتها تتوضأ بس تعيد صلوات اليوم اللي امتنعت فيها عن الصلاة وتعيد صيام اليوم اللي امتنعت فيها عن الصلاة كويس طيب استمر على المرأة الدم طول الشهر كويس لو استمر عليها طول الشهر هنميز النساء الى ايه؟ الى عدة اقسام قسم طرى الدم على لون واحد طول الشهر يعني غير مميزة يعني نازل الدم لون واحد طول الشهر مش عارفة تميز مش زي الحيد الحيد يبتدي غامق قوي زي المحروق وبعدين يبتدي يفتح احمر وبعدين يبتدي يبقى ايه؟ رقيق الحمرة وبعدين مسفر وبعدين ابيض وينتهي التدرج ده معروف لكن افرد ايه شافت الدم على هيئة واحدة طول الشهر لون واحد غير مميزة نسميها ايه؟ امرأة غير مميزة نعمل فيها ايه؟ ان كانت لها عادة سابقة ترده الى عادته ان كانت معتادة لها عادة سابقة نقول لها خلاص انتي امتني عن ايام الحيد اللي كانت بتجيلك اذا كانت بتجيلك ايام الحيد الستة اللي ايام يقولها من كل شهر فخلاص انتي امتني عن ستة ايام من اول كل شهر ثم اغتسلي واعتبري ما زادة عن هذا استحاضة وروحي للدكتوري تعالجي عشان تريحينا واخد بالك دي اول حاجة طب افرد ان هي بتشوف الدم طول الشهر لكنه على الوان فان كانت مميزة يبقى تختار الايام اللي هي فيها الدم يشبه الحيد تعتبره حيد فهمت ازاي والايام اللي هي مفيش فيها بس بشرط ان يكون المميز لا يزيد عن خمسة عشر يوما ولا يقل عن يوم وليل بقى زي الشروط طيب ان لم يكن للمرأة عادة احنا قلنا ترد الى عادتها لو كانت غير مميزة طب افرد لم يكن لها عادة نشوف عادة اقرانها يسموها مبتدأ يعني ابتدى الحيد كده ما عرفتش ليه عادة اصلا بدأها الحيد كده يسموها مبتدأ فليست لا عادة نردها لعادة امها واخوتها نشوف اخوتها عادتهم امتة وامها وخلتها وعمتها فغالبهم مثلا يبقى الحيد عندهم من ستة ايام الى عشرة ايام ناخد المتوسط يبقى تمانت ايام ستة وعشرة على اتنين يطلع تمانت ايام نعتبر حيدها تمانت ايام فهم وبعدين بعد كده تغتسل وتصلي ده ان كانت مبتدأة لم يسبق لها عادة وغير مميزة طب افرد ايها مبتدأة لكنها متميز في الوان نمشيها على ايه على الالوان اللي هي بتبقى فيها حيد بشرط برضو ان يكون المميز لا يزين عن خمسة عشر يوما ولا يقل عن يوم وليل فهمت المسألة طيب ان كانت المرأة الدم بتاعها كانت عادتها ستة ايام فاستمرت الدم بعد ستة ايام الى عشرة ايام نقول خلاص الحيد بتاحها زيد يبقى العشرة يوم كلها حيد ما نردهاش لعادتها ليه لان ما زالت في مرحلة ايه احتمال الحيد وهو خمسة عشر ايام هي طول عمراء بتحيد ست ايام جات المرأة دي استمرت دم لحد ما كمل عشرة ايام نقولها خلاص كل العشرة ايام دي حيد قاعد حداشر يوم حيد لحد ما يوصل خمستاشر ومستمر نقولها خلاص اغتسلي واللي باقي يبقى استحاضة لان اقصى مدة حيد خمسة عشر ايوما في ام تبقى المسألة يبقى ام تردها لعادتها ان استغرق الدم طول الشهر هردها لعادتها انما لو الدم استمر في حدود خمسة عشر ايوما يبقى دي عادتها في ام تبقى المسألة يبقى الاستحاضة احكمها ايه بتعتمد على المرأة مبتدأة ولا معتادة ولا مميزة ولا متحيرة المتحيرة اللي هي ايه ايام يبي مميزة وايام مش مميز ايام مميزة وايام مش مميز حاجة تحير يسموها متحيرة او يسموها المحيرة لانها حيرة الفقيه متحيرة هي اللي محطارة ومحيرة محيرة الفقيه كمان فهمت ازاي يبقى في الحالة دي نعمل ايه المتحيرة دي نعمل لها ايه مذهبان نقول لها نقل لأيام اللي فيها الدم شديد امتنع عنها طالما يستمر يوم وليلة فأكثر والأيام اللي فيها الدم خفيف يعني تبريها استحادة وده يسموه ايه اللقط مذهب اللقط وهو ضعيف عند الشفعية وراجح عند الحنابل واخد بالك يا ام من قل لها خليكي 15 يوم و15 يوم يا ام من كان لها عادة سابقة نردها لعادة ايه لم يكن لها عادة نردها الى عادة ايه اقرانها فهمت بقى يبقى اختلف وفي المتحيرة اختلاف كبير الوقت احنا بقى بنشوفش الحاجات دي كتير ليه لان بقى العلاج الطبي متأسر المرأة بتروح تتعالج شهر اتنين ما نفعش يشلولها الرحم ومع السلام واخد بقى لك وخلصنا لكن كان زمان تحير يعني عندنا بعض الصحابيات فضلت مستحدة سبع سنين وتمان سنين مسكين فيش علاج كان زوجة سيدنا عبد الرحمن بن عوش اخت ستنا زينب بنتجحش كان اسمها زينب برضو وكنيتها محبيبة ازاي اختين يسموهم زينب اصل زينب بنتجحش زوجة النبي كان اسمها برة فالنبي سمها زينب فقال لا انت زينب والتانية اختهت تانية كنت بقى اسمها زينب اللي هي ام حبيبة اللي هي ايه زوجة مين سيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي عجيب ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان متزوج تلاتة والتلاتة مستحدات حظه كده نصيبه واللي من نصيبك لازم يصيبك فالمهم يعني فستنا ايه ام حبيبة دي بنتجحش اللي يا اخت ستنا زينب بنتجحش قعدت سبع سنين مستحاضة لدرجة الدم ينزل نزيف تصلي في ايه في ميركن يعني تقف في تشت وتصلي فيمتلئ التشت بالدم حاجة يعني صعبة قوي لكن لما لوقتي احنا بقنا في رحمة بقى عندنا علاج وبقى في وسائل ما نشوفش المرأة اللي بسطورة دي أبدا فيمتلئ خالص فيمتلئ بقى المسألة فده يعني ايه باختصار كده احنا ايه حبنا نختصر الموضوع لانه هايجبولك الحديث وراء الحديث انت بقى تعرف تميز من خلال ايه الحل اللي النبي قاله تعرف دي مميزة ولا معتادة ولا دي كانت ايه متحيرة ولا ايه طيب تبقى ازايه وانت بتقرى بقى الحديث طالما ايه زبطت ايه الزهنك بهذه الصدير باب في المستحاضة بيسندين وعنه بيقال اخبرنا ابو المغيرة عن الاوزاعية عن الزهرية عن هروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ان عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت استحيدت ام حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فشكت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة وانما هو عرق فاذا اقبلت الحيضة دليل انها ايه مميز اعرفها بلونها فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي ثم صلي يبا اجعلها مميزة وردها لعادتها يبا دي مميزة معتادة بانتبقى ازاي واذا ادبرت فاغتسلي ثم صلي قالت عائشته فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي النبي ما قال لي هايش اغتسل لكل صلاة وقال لا اغتسلي وصلي خلاص غسل واحد هي بقى من باب الاحتياط ايه كانت تغتسل لكل صلاة لان الجمهور على ان المرأة اذا اغتسلت من حيضها لا تغتسل لكل استحاضة في كل صلاة خلاص هي اغسل واحد لكن هي ستنة امو حبيبة كانت بتعمل كده تطوعا من عند نفسها واضح قال لا ايه فاغتسلي ثم صلي يبقى يكفيها اغسل واحد بالامر ايه هي فاهمت اغتسلي لكل صلاة يا اما هي عملت كده احتياطة في ايه ام تبقى قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي وكانت تقعد في مركن لاختها زينبا بانتجحش حتى ان حمرة الدم لتعلو الماء باب المباشرة للصائم يعني مباشرة ايه الحائض يعني ان ايه ان الانسان لو كان صائم وزوجته حائض له ان يباشرها او حتى ايه كمان غير حائض له ان يباشرها دون الجماع يعني ولكن يكره ولكن يكره ولكن كان مباح للنبي مكروه لامته لماذا لان النبي املك الامة لارابه يعني لشهوته فانت متقيمة وش معه النبي كان بيعمل كده انت مزي النبي وعنه بيقال اخبرنا ابو عاصم عن هشام صاحب الدستويه عن حمد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم يعني ايه يمس بشرته ببشرة زوجته وهو صائم حتى ان ورادة الحديث كان يقبل وهو صائم كمان فلما سأل هكده الصحابة فقالت ايه وايكم املكوا لارابه من رسول الله محد ازايه وعنه بيقال اخبرنا ابو حاتم البصري روح ابن اسلم قال حدثنا زائدة عن سليمان عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم بابه الحائض يتبسط الخمرة الحائض ازاي ما قلت لك كان اليهود بيعتبروا الحائض دي نجس لا تطبخ ولا تنام جنب جزها ويعملوا لها قدرة مخصوصة كده في البيت الاول ما تحيط تختبئ فيها ما تمشيش حتى في ايه تتجول في المنزل كده بقيت ايه مصيبة في البيت لكن الاسلام مش كده الحائض المرأة طحيل وتنام جنب جزها عادي وتطبخ له اكله وتناول له ثيابه تهمت بقى ازاي باب الحائض تبسط الخمرة والخمرة اللي هي ايه اللي احنا بنسميها الوقت المصلية كان النبي عنده كده حتة قطيفة كان يضعها على قدر جبهته يصلي ايه عليها سموها الخمرة كويس فكد ستنا عيش وهي حائض تبسط له الخمرة ليصلي صلى لها طبعا الحاجات دي بالنسبة ايه ايام السحابة حاجة غريبة لان المتصورين ان الحائض دي يعني ما ينفعش تمثل حاجات الطهيرة اللي بيصلي بيها بسبب الثقافة والاعلام اليهودي لان اليهود كان هم ايه اللي عاملين الاعلام ده هم طول عمرهم مسكن الاعلام والثقافة العامة ويعملوا اشعاعات كده كلها ايه خطأ دي طريقة اللي يودت العمر وعنه بيه قال اخبرنا ابو الوليد الطيالسية قال حدثنا شعبة قال سليمان اخبرني عن ثابت ابن عبيد عن القاسم عائشة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نوليني الخمرة قالت اني حائض قال انها ليست في يدك يعني ان حيضاتك ليست في يدك يدك طهرة حيضاتك دي في مكان بعيد عن ايدك ايدك انت طهر فهمت باب في دم الحيض يصيب الثوبة وعنه بيه قال اخبرنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت سمعت امرأة وهي تسأل رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بثوبها اذا تهرت من محيضها ثوبها عن الايه كانوا زمان ما فيش حاجة اسمها ايه الحاجات الحفظات اللي بيحطها النساء دي ويرموها كان بتجيب حتة قماش والتباق وتحطه طيب القماش اللي استعملته ده واصابه ده من الحاجة ترميه يعني الشرع ولا تعمل ايه بيه فقالهم لا اغسليه تحطيه وتغسليه استعمليه تاني تهمت بقى ازاي كيف تصنع بثوبها اذا تهرت من محيضها يبقى الثوب ده قد يكون ماء الحفظات التي تستعملها من القماش او يكون ثوبها العادي اصابه ده ايه نقطة دم من الحيض تحتمل دي وتحتمل دي قال ان رأيت فيه دما فحكيه ثم قرصيه حكيه كويس وقرصيه كده بيديكي علشان تزيل جرم النجاسة ثم انضحي في سائر ثوبك ثم اغسليه عشان تستير اثر النجاسة يبقى لو نشيل جرم النجاسة بالحك والحق ايه والقرص نشيل جرم النجاسة اللي الكتلة بتاعتك بعد كده ننضحه بالماء يعني نغسله بحيث اننا نشيل اثر النجاسة ثم انضحي في سائر ثوبك ثم صلي فيه باب في غسل المستحاضة وعنوبي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شايب بن عثمان عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت سألت امرأة من الانصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحي قال خذي ماءك وسدرك ثم اغتسلي وانقي السدر كان زي ايه الوقت حل محل في زماننا البودشاور والصابون كويس كان زمان يستعملوا بدل السدر خذي ماءك وسدرك ثم اغتسلي وانقي يعني نضافي نفسك ثم صبي على رأسك حتى تبلغي شؤون الرأس يعني ايه جزور الشعر ثم خذي فرصة ممسكة والفرصة يعني قطعة ايه قطعة قطن كده تصيب بيها نقطة مسك وتمسح بيه مكان نزول الدم من الفرج لان دم الحيضة له رايحة كريمة ثم تضيع زي الرايحة كويس ثم خذي فرصة ممسكة قالت كيف اصنع بها يا رسول الله فسكت لان سؤال مؤرج يعني المفروض تبقى عارفة قالت عادتان فكيف اصنع بها يا رسول الله فسكتان فقالت فقالت عائشة خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها اثار الدم ورسول الله يسمع فما انكر عليه راح تفهمتها ستين عائشة وعنوبي قال اخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن عرو عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر فادعوا الصلاة قال لا يعني دليل لي فلا اطهر يعني يعني الدم مستمر طول الشهر ما انا اكد ما بينقطعش يعني فقال لا انما ذلك عرق فاذا اقبلت الحيضة ردها الى ايه الى عادتها فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي يبقى دي معتادة مميزة فهمت ازاي او معتادة غير مميزة الاثنين ردها لعدتي فهمت وعن بي قال اخبرنا يزيد بن هارون قال انباءنا محمد بن اسحاق عن الزهرية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ابنة جحش استحيدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها رسول الله بالغسل لكل صلاة قالوا كثرة من الغسل لكل صلاة دي وهم من اوهام ايه من اوهام محمد بن اسحاق هو امرها بالغسل بس للصلاة مش لكل صلاة كلمة كل دي وهم طب وعرفنا انها وهم من اين لما جمعنا كل الرواية المتعلقة بالحيزة الحديث يا اما لا وهم فيها ويبقى النبي امراء بالغسل لكل صلاة احتياطا على سبيل الاستحباب تحت امل دي بس الراجح عند علماء الحديث قالوا كلمة كل دي وهم من ايه من ابن اسحاق فان كانت لتدخل المركنة والمركنة اللي هو ايه اللي هو الاناء اللي كانت بتقف فيه وهي تصلي حتى لا تلوث الارض فان كانت لتدخل المركنة وانه لمملوء ماء فتغمس فيه ثم تخرج منه وان الدم فوقه لغالبه ها عندكو ايه لعلي اه انا عندي مكتوب غلط وان الدم فوقه لعلي مش كلا برضو لا في رواية بقى فيه فوقه يبقى لعلي انا عندي لغالبه عايزة نصلح لعلي يبقى نشيل النقطة ونحط التانية هنا يعني يعلوه الدم يعني فتصلي وعنه بيه قال اخبرنا يزيد بن هارون قال انباءنا محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت انما هي فلانة ان رسول الله كان امرها بالغسل لكل صلاة شوفت برضو اللي فيها محمد بن اسحاق كل الرواية اللي فيها محمد كلمة كل دي لكل صلاة فلما شق ذلك عليها امرها ان تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد هي بقى لما كانت ايه بتغتسل لكل صلاة طوعا لها راح تشتاكت للنبي قال لا لو كان ولا بد عايزة تعملي كده فممكن تغتسلي ايه للدهر والعصر وتجمع الدهر مع العصر الدهر في اخر وقته والعصر في اول وقته تأخر الدهر شوية لحد ما هيبه خلاص العصر قرب تغتسل وتصلي الدهر وتصلي ايه للعصر وبعدين تيجي عند المغرب تأخره شوية وبعدين تغتسل تصلي المغرب وتصلي وراء العشاء وبعدين تيجي في الفجر تغتسل للفجر تغتسل تلات مرات بدلا ما تغتسل خمس مرات تقيمت والجمع دي سموه جمع صوري وليس جمع حقيقي يعني كل صلاة كانت في وقتها لكن الاولى كانت في اخر وقتها والثانية كانت في اول وقتها امرها ان تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وبين المغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر قال ابو محمد الناس يقولون سهلة بنت سهيل قال يزيد بن هارون سهيلة بنت سهل اختلفوا يعني اسمها بايه وعنوبي قال اخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال سألت عبد الرحمن بن القاسم عن المستحاضة فاخبرني عن عبي عن عائشة رضي الله عنه ان امرأة استحيدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لعبد الرحمن النبي امرها بيسأل سيدنا عبد الرحمن بن القاسم قال لا احدثك عن النبي شيئا انا قلتلك انا بقولك هي كانت بتعمل كده هي اللي سألت النبي انا ما سمعتش هي اللي سألت النبي اللي عمله كده انا قلتلك انا عن النبي فهم يبقى هنا مش معنى ان هو بينكر رفعه لا ده بينكر رفعه عن طريقه فهمت بقى ازاي قال فأمرت ان تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل للصبح غسلا وعنوبي قال حدثنا محمد يبقى تعدد الاغسال للمستحاضة على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب ولكن يكفيها غسل واحد ويه وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة بعد دخول الوقت وعنوبي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني الزهري عن عروع عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيدت ام حبيبة بنت جحش سبع سنين وهي تحت عبد الرحمن بن عوف فاشتكت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليست بحيضة انما هو عرق يعني نزيف فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تاغتسل لكل صلاة ثم تصلي قالت وكانت تقعد في مركن لاختها زينب بنت جحش حتى ان حمرة الدم لتعل الماء يعني لتغتسل يعني وعنه بي قال اخبرنا حجج بن منهال قال احدثنا حمد بن سلم عن هشام بن عروع عن ابي عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله ان امرأة استحاد افأترك الصلاة قال لا انما ذلك عرق يعني نزيف وليست بالحيضة انا انا مش عارف ليه كسر بالحيضة انت عندك ايه فتح انا عندي هنا الطبعة دي فيها اشكاليات كبيرة وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها يبقى ايه كانت ايه معتادة عرف الايام فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضأي وصلي قال هشام فكان ابي يقول تغتسل غسل الاول ثم ما يكون بعد ذلك فانها تطهر وتصلي يعني يكفيها غسل واحد وعنه بي قال اخبرنا احمر ابن عبدالله ابن يونس قال حدثنا ليث ابن سعد عن نافع عن سليمان ابن يسر ان رجلا اخبره عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وارضي الله consequences ورضي الله عنها ان امرأة كانت تهرأ الدم على عهد رسول الله عليه سلام فاستفتت ام سلمة لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن إذا ردها لعدتها قبل أن يكون بها الذي كان وقدرهن من الشهر فتترك الصلاة لذلك فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم تصلي تستثفر بثوب يعني يعني تضع داخل الفرج بتاعها قرصف أو قطن وتربط عليه حتى لا يتقاطر الدم أثناء الصلاة وعنه بي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا بن أبي ذئب عن الزهرية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله غالبني الدم قال اغتسلي وصلي وعنه بي قال أخبرنا سلمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهرية عن عمرة بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها سمعت عائشة رضي زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيدت سبع سنين فاشتكت ذلك إليه إليه واستفتته فيه فقال له إن هذا ليس بالحيضة إنما هذا عرق فاغتسلي ثم صلي قالت عائشة وكانت أم حبيبة تاغتسل لكل صلاة وتصلي وكانت تجلس في المركن أثناء غسلها يعني فتعل حمرة الدم الماء ثم تصلي وعنه بي قال أخبرنا أحمر بن خالد عن محمد بن إسحاق عن الزورية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش كانت استحيدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة فإن كانت لتنغمس في المركن وإنه لمملوء ماء ثم تخرج منه وإن الدم لعاليه آه مكتوبة بنفس الخطئية وإن الدم لعاليه فتصلي وعنه بي قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزورية عن القاسم أنها كانت بادية بنت غيلان الثقافية تلقسم كان عايز يقول لي أن زوجت سيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي كانت ديكو السيطة هي بادية بنت غيلان الثقافية وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال إنما هي سهلة بنت سعيل بن عمر استحيدة والثلاثة كانوا زوجات لسيدنا عايز عبد الرحمن بن عوف وإن رسول الله كان أمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمر أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل للصبح وعنه بي قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن سعد بن إبراهيم قال إنما جاء اختلافهم أنهن ثلاثة وهن عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال بعضهم هي أم حبيبة وقال بعضهم هي بادية وقال بعضهم هي سهلة بنت سهيل وعنه بي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن القعقاع بن حكيم أخبره أنه سأل سعيدا عن المستحاضة له سعيد بن المسيبي فقال يا ابن أخي ما بقي أحد أعلم بهذا مني إذا أقبلت الحيضة فلتدعي الصلاة يبن زكاة معتادة يعني وإذا أدبرت فلتغتسل ولتصلي وإن كانت مميزة يعني فانتهى بالتمييز فلتصلي وعنه بي قال أخبرنا أسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن عمار مولى بن هاشم عن ابن عباس رضي الله عنه في المستحاضة تدعو الصلاة أيام أقرائها يعني أيام عادتها ثم تغتسل ثم تحتشي وتستثر يعني في إيه في الفرق يعني حتى لا يتقطر الدم على قدمها أو رجلها أو مكان صلاتها ثم تصلي فقال الرجل وإن كانت تسيل قال وإن كانت تسيل مثل هذا المثعب زي المزراب كده إيه حنعملي يعني يعني لم تصليش يعني يعني تملي غلسات السائلين مع المفتين كتير يعني في المستحاضة يعني كان شديد أوفئيه في الحكم على المستحاضة وإلا تغتسل لكل صالة وتعمل يعني كان يشدد عليه ثم رخص بعده أتت امرأة فقالت أدخل الكعبة وأنا حايد قال نعم وإن كانت تثجيه وإن كنت تثجيه ثجا يعني تصبيه صبا استدخلي ثم استثفري ثم دخلي يعني عشان تطوف يعني يعني إيه كأنها كأن الاستحاضة لا تمنع من الطواف تهم بس يجب في الحالة دي إنها إيه تستسفر جيدا وإيه وتحشي فرجها بالقطن وتضع حفظات وتربط كويس ليه حتى لا تلوث المطاف وعنه بيه قال أخبرنا موسى ابن خالد قال حدثنا معمر عن إسماعيل ابن أبي خالد عن مجالد عن عامر عن قمير عن عائشة رضي الله عنها قالت سألتها عن المستحاضة قالت تنتظر أقراءها التي كانت تترك فيها الصلاة يبدكت معتادة قبل ذلك فإن كان يوم تهرها الذي كانت تطهر فيه اغتسلت ثم توضعت عند كل صلاة وصلت وعنه بيه قال أخبرنا موسى ابن خالد عن معتمر عن إسماعيل عن رجل من حية عن أبي جعفر مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها وعنه بيه قال أخبرنا جعفر ابن عون قال حدثنا إسماعيل عن عامر عن قمير عن عائشة رضي الله عنها في المستحاضة تنتظر أيامها التي كانت تترك الصلاة فيها فإذا كان يوم تهرها الذي كانت تطهر فيه اغتسلت ثم توضعت عند كل صلاة وصلت وعنه بيه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن أبي اليقضان عن عادي بن ثابت عن أبي عن جديه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدعو الصلاة أيام حيضها في كل شهر فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت وصامت وتوضعت عند كل صلاة وعنه بيه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حمد بن زيد عن كثير وحفص عن الحسن في المستحاضة التي تعرف أيام حيضها إذا طلقت فيطول بها الدم فإنها تعتد قدر أقرائها ثلاث حيض يبقى عدة تحسبها عدة الطلاق على عادتها السابق وفي الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة وعن أبيه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال قلت لقتادة امرأة كانت حيضها معلوما فزادت علي خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام قال تصلي قلت يومين قال ذلك من حيضها يعني إيه يعني لو زادت الأيام شوية طالما لم تستغرق أكثر من عشرة أيام عند الأحناف لأن الأحناف عندهم عشرة أيام أقصى مدة حيض وكذا إيه المالكي أو زادت عن خمسة عشر أيام عند إيه الشفعية يبقى إيه ذلك ليس حيض وسألت ابن السيرين قال النساء أعلم بذلك يعني كل واحدة أعلم بإيه بمدة حيضها وبلون دمها وعنو بيه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر عن أبي عن الحسن في المرأة ترى الدم أيام تهرها قال أرى أن تغتسل وتصلي وعنو بيه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال سئل ابن عباس عن المرأة تستحاد قال تنتظر قدر ما كانت تحيض فلتحرم الصلاة ثم التغتسل ولتصلي حتى إذا كان أوانو الذي تحيض فيه فلتحرم الصلاة ثم التغتسل فإنما ذاك من الشيطان يريد أن يكفر إحداهن يعني أجعلها تاركة للصلاة وعنو بيه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أنبان إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن محمد بن علي أبي جعفر أنه قال في المستحادة تدعو الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتحشي كرسفا وتوضأ عند كل صلاة والكرسف هو القطن يعني وعنو بيه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت المستحادة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة وعنو بيه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عليا قال أنبأنا خالد عن أنس بن سيرين قال استحيدت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس رضي الله عنه فقال أما ما رأت الدم البحراني يعني السائل الشديد الحمرة فلا تصلي فإن رأت الطهرة ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصلي ده مذهب اللقط تلتقط أيام الطهر وتصلي فيها وأيام الدم تعتبر حيد بغض النظر عن أقصى مدة حيد وأقصى مدة الطهر وإذا سموه مذهب اللقط وأخذ به الحنابلة في غالب مذهب يعني واحدة بتشوف الدم متقطع تشوف الدم ثلاثة أيام وتطهر أربعة أيام وتشوف يومين وتطهر خمسة أيام وتشوف تلقى يوم واحد وبعدين تطهر ست أيام تعملي حاجة حي يبقى مذهب اللقط أسر في الست دي بقى مذهب اللقط عندها أسر نقول لها اللي ياما اللي تشوف فيها الدم امتنعي وأول ما ينقطع اغتسل وصلي تصلي تلها أربعة خمسة أيام لقيت دمت انقطع تاني يسموا ايه مذهب اللقط فهمت وعنوبي قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أنس بن سيرين قال كانت أم ولد لأنس بن مالك استحيضت فأمروني أن أستفتي ابن عباس رضي الله عنهما فسألته فقال إذا رأت الدم البحرانية فلا تصلي فإذا رأت الطهرة فلتغتسل ولتصلي وعنوبي قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا قرة عن الضحاك أن امرأة سألته فقالت إني امرأة استحاب فقال إذا رأيت دما عبيطا فأمسك عبيطا يعني سائلا فأمسكي أيام أقرائك والعبيد برضو والدم الطري الدم الطري يعني إيه اللازق كده اللي متقلط يعني وتمسكه كده كده إيه طري ما شكرا ما وحد يقول له يا ودي عبيط يعني يا ودي يا طري فهمت أزاي وعن بي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال المستحادة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وذلك في وقت العشاء وللفجر غسلا واحدا ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف ده كلام مين إبراهيم التيمي ولم يوافق عليه أحد أو إبراهيم النخي ولم يوافق عليه أحد طالما صلت يبقى تصوم ويكربها زوجه لأن الصلاة أعظم من ذلك كل دعين وعن بي قال أخبرنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء قال كان ابن عباس رضي الله عنه ما يقول في المستحادة تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر وغسلا للمغرب والعشاء وكان يقول تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وعنه بي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في المستحادة إذا خلفت قرؤها يعني خلفت قرؤها يعني اختلفت عادتها فإذا كان عند العصر توضأت وضوءا سابغا ثم لتأخذ ثوبا فلتستثفر به ثم لتصلي الظهر والعصر جميعا ثم لتفعل مثل ذلك ثم لتصلي المغرب والعشاء جميعا ثم لتفعل مثل ذلك ثم لتصلي الصبح وعنه بي قال أخبرنا زكريا ابن عدي عن عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم عن عطاء وسعيد وعكرمة قالوا في المستحادة تغتسل كل يوم لصلاة الأولى والعصر الأولى اللي هي صلاة الظهر يعني والعصر فتصليهما وتغتسل للمغرب والعشاء فتصليهما وتغتسل لصلاة الغدا اللي هو الفجر يعني أو الصبح وعنه بي قال أخبرنا أحمر بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا أبو زبيد قال حدثنا حسين عن عبد الله بن شدد قال المستحادة تغتسل ثم تجمع بين الظهر والعصر فإذا رأت شيئا اغتسلت وجمعت بين المغرب والعشاء ونقف عند هذا الحد نكمل غدا إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها اللذين آمنوا صلوه عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي ومي والأيلي وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي ومي والأيلي وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي والأيلي وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدادة كلماتك وكما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عبدك ورسولك